قبل ما أخلف أول بنت ليا من سبع سنين كان لأول مرة في حياتي أبقى بسمع كل حاجة وعكسها على حسب اللي بيكلم معي فيه اللي كان بيصول لي أن الدنيا وردي وفيه اللي كان بيسودها في وشي اللي يقول لي بعد ما تخلي فيها ترتاحي على الأقل مش هيبقى فيه كائن جواكي لأ هيبقى برة وهتلاقي اللي يساعدك ويشيل عنك وانت بقى نفسيتك وجسمك هيبقى أحسن وعندك استعداد انك تتعاملي مع البيبي لأن كل اللي انت فيه ده بسبب الهرمونات وفيه اللي كان يقول لي فرحي بالتعب بتاع الحمل كل اللي بتشوفي دلوقتي ما يجيش حاجة جنب اللي هتشوفيه بعد الولادة الحق نامي عشان بعد الخلفة ما فيش نوم الحق استمتعي وخرجي وعيشي حياتك عشان البيبي اللي هيجي هيحبسك في البيت وفيه بقى اللي كان بيقول لي هو انت بتشتكي من تعب الحمل والترجيع والحمودة 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 ورفص البيبي وتقلو على بطنك والصدع والهمدان وجسمك اللي ما بقاش جسمك والامراض اللي ممكن تجيلك بسبب الحمل حبيبتي انت لسه مشوفتيش حاجة بس ليه الاسف ولا دول كلامهم نفعني ولا دول طلع كلامهم حقيقي بالعكس خلوني اشيل هم فوق همي واصلا الواقع بيبقى حاجة تلتخالص الواقع مش وردي قوي كده وكل حاجة بتمشي تمام او على الاقل زي ما انت عايزها تمشي لا بلاقي مسئوليات وضغوطات معرفش بتجي منين وفوق ده كله وكله نم متقطع ماشي زيادة في الوزن من الاكتئاب ماشي اهدافه احلام بتتبخر قدام عيني ماشي يعني حاجات كتير بعيدة عن الحاجات اللي المفروض ان هي عادية تغيير دايبرز 24 ساعة تنظيف وفرز غسيل وغسل غسيل ونشر غسيل ولما غسيل وتطبيق غسيل وكوي غسيل وكمان الواقع برضو من السوداوي قوي كده لاني اول ما البيبي بينام وبصله من غير حتى ما بصوا كده ولاحظونه انا فجأة بنسهمهم الدنيا ببقى عايزة انا اللي عيالي ياخدوني في حضنهم مش العكس احساس عمر بحده هيفهم ولا هيحسه غير كل ام لان مهما الام بتشتكي وتقول تعبت وجبت اخري من الجواز والخلفة ومن الزن بالهدف ومن الحاجات اللي المفروضة عاملها ومش لقي وقت عاملها ومن الحاجات النفسة عاملها وعشان خاطر عيالي بأجلها ومن الحاجات المفروضة عاملها وعيالي بيعطلوني طول الوقت ان عاملها فاللي بياخد خمس دقيق بياخد ربع ساعة واللي بننجزه في ساعة بياخد ساعتين وثلاثة واوقات ما بيتعملش اصلا من كتر ما العيال بيفصلوني مرة واثنين لحد ما امسك حاجة تانية بس حقيقي الصعب بقى واللي يوجع هو انك تلاقي اللي حوالين الام بيقولولها بنبرة كده كلنا عارفينها التات وامهات زمان كانوا بيعملوا ويسوي ويزغطوا ويتشقلبوا ويمشوا على الحيط هوتوا جيلكم ده يعرف حاجة عن التعب والشقة ده انتم مرافين وكل حاجة بتجيلكوا عالجاهز وده لمجرد بس ان الام تغلط في مرة وتقول انا تعبانة ومحتاج ارتاح ومحتاج افصل عشان اقدر اكمل يفضل بقى معايرة اللي حواليها ليها وانت مش خلفتي شيلي بقى بدون اي تقدير ولا مراعاة المشاعرها بدون اي مواساة او دعم حتى لو بكلمة حلوة تخليها تقدر تكمل حتى لو مش قادرة عارفين المشكلة فين؟ ان اللي حواليك مهما حاولي يخففه عنك انت في النهاية برضو شايلة المسئولية لوحدك او على الاقل بتبقي حاسة طول الوقت كده اي غلط يحصل مع الاولاد اي تقصير مهما كان بسيط تفضلي تلومي نفسك حتى لو ما كانش زنبك انت حتى ابسط الحاجات ما بتش عارفة تعمليها لنفسك بس خليني اقولكم ان الموضوع مساوداوي اوي كده لان انا كنت فكرة ان الوحدي اللي ممكن اصحى الصبح من النوم بسم الله الرحمن الرحيم انا مش قادرة اعمل حاجة النهاردة ما عنديش طاقة حتى اني اطلع الغسيلة المخصول من الغسيلة ما عنديش طاقة ان نخسل قبيتين وطبقين ما عنديش طاقة ان نصلق بيت بس اكتشفت بعد فترة ان اي زوجة واي ام بيجي عليها الوقت ده كسر رهيب ورفض للواقع وحس معظم الوقت ان كل حاجة فوق دماغي وان عمري ما هكون ست بيت شطرة لقيت ستات كتير عادي اطلال التراب بتتراقم في مكان ما في الشقة ولا كأن البيت ده مهجور مش عايش فيه بني قدمين وده عشان مرة تأجل ومرة تكسل ومرة تبدأ وما تنهيش وده كله بسبب عيالها بس عادي الدنيا بتمشي فلاقيت ان فيه تفاصيل كتير بتجمع ما بين كل الامهات في العالم كله فالواحد بس مجرد ما يحس ان هو مش لوحده ده لوحده بيخفف عنه فبما ان الكل اتفق على ان الامومة دي احلى واسعب وظيفة على وجه الارض ووظيفة كده ما ينفعش تقدمي فيها استقالتك او تقولي خلاص كفاية على قد كده انا مش هلعب بالعكس ده كل ما ده بنعرف قد ايه مش حاجة سهلة ابدا انك تكوني ام انك تكوني بتشتغلي طول الوقت كل حاجة من غير مقابل لكن مهما وصف لكم الاجر والثواب عند ربنا عامل ازاي حاجة كده ولا تتخصف ولا تتحسب الاجر العظيم ده اكيد اكيد على حاجة عظيمة بتتعمل وده دور كل ام من كل قلبي ربنا يعين كل ام ويقويها بجد ترجمة نانسي قنقر